أولاً بتشوف إزاي التجربة الحالية لمجلس الإدارة الحالي والرؤية وفلسفة العمل اللي بيعمل على تحقيقها وبدأ بيها وإعلانها في برنامج عائلة الأهلي وقت الانتخابات اللي فاتت لكابتن الخطيب ومجلس الإدارة الحالي والشغل المعمول للمشروعات والتطوير في كل الخدمات في فروح العالمية طيب أنا أحب الأول أقول إنه الأهلي له تقاليد يعني طول عمر أياً كان رئيس النادي الأهلي يعني فيه تقاليد فيه نوع من الاحترام مجلس الإدارة بيدير المسائل دايماً باحترافية وبهدوء وباحترام يعني دي تميز الحقيقة مسيرة النادي الأهلي من يوم أنا موعيت على الدنيا وبشلج عن النادي الأهلي كنت بشوف المسألة دي فبالتالي مجلس الإدارة الحالي ما هوش استثناء عما سبقه هو امتداد لقواعد تحطت على مدى أجيال كتيرة وتم تطبيقها بالفعل الخطيب قبل ما يبقى رئيس نادي هو كان تدرج يعني من لاعب لعضو مجلس إدارة لرئيس لجنة في مجلس الإدارة إلى يعني مارس كل الأدوار فبالتالي مش غريب يعني أنا الحقيقة شايف أداء في منتهى الاحترام وفي منتهى وقيمة حقيقة تضاف للرياضة المصرية الأهلي هو ركن أركان الرياضة المصرية كامل الكرام